مرحبا اصدقائي كيف كم معكم نعم من قناة نيمو بهذا الفيديو اللي احلمكم كيف تربطوا حساب التويتش الخاص فيك بحساب الايبك جيمز لحتى تقدر تاخد بعض الجوائز اللي انا عم بشرحه في فيديوهات السابقة فاذا انت اول مرة عندك هذا الفيديو على القناة ياريك تشرك تفعيل زر الجرس وحط لايك للفيديو وكتوب كومنت حلو كود الدعم بالاتم شوب نيمو تسعر وحاب تدعمني ومشاهدة ممتعة متل ما نعرف اصدقائي انا نزلت فيديوهات بالنسبة للجوائز اللي بتقدر تاخدها عن طريق تويتش متل الفيديو اللي حكيت فيه عن اماكن اكس بالاسبوع التاسع وان حفلة ترافيس كوت يلي لحتنزل ان شاء الله معنا بهدول الفيديوهين انا ذكرت بعض الاشياء اللي انت بتقدر تاخدن من على تويتش مجرد مجرد ما انك انت تتابع بعض البسوس الخاصة بفورتنايت وتقض مدة زمنية تتفرج على البسطة حتى تقدر تاخد بعض الهدايا اللي زهرها امامكم بالشاشة ففي بعض الناس ما بتعرف تربط حساب تويتش الخاص فيها بحساب ايبك جيمز فانا هلا لحورجيكم كيف تربط الحسابين مع بعض وكيف تساوي حساب تويتش بنفس الوقت اول شي من فوت على جوجل اللي بدك انت او ما بتعرف تكتب كلمة تويتش عادي يعني ممكن تكتب على جوجل تويتش بالعربي او تويتش بالانجليزي وبيتطاع لك بشكل طبيعي وتفوت على الموقع الموقع بهذا الشكل اذا انت بتعرف تعمل حساب على تويتش فانت يقدم المقطع لقدام مشان تتعلم كيف تربط الحساب لو انت بتعرف تعمل حساب على تويتش بس متعرف تربط الايبك بالتويتش مع بعض فهلا مع بعض خلينا نعمل سيجين اوب اللي انت تسجيل دخول او عمل حساب جديد فهلا بعد ما دسناك كلمة سيجين اوب اول شي بتحط اليوزر نيم اي يوزر نيم بالدكية انت بتحطه اللي هو اسم المستخدم الخاص فيك على تويتش هذا لح تستخدمه انت بتسجيل الدخول على تويتش فانت حاول تحفظه ولا تصعبه كتير وبتحط الباسورد وتحط اكيد الباسورد وبتحط الديت تبعك اللي انت انت عيد ميلادك شهرك سنك وهيك يعني السن كله يعني كامل وهو بتحط الاييميل اللي انت عندك يا مثلا عج ايميل او عالياهو حسب انت شو بدك تحط حط فمو شرط يكون نفس الاييميل تبع ايبك جيمز هذا اييميل تويتش غير شغلة وغير يعني شغلة خارجية عند ايبك جيمز فهلا لحنا عملنا اييميل تويتش ومنحط سيجن قابل هي تتجيل حساب جديد فهلا بعد ما شوية منستنى مع بعض بعد ما استنى شوية مع بعض بيالك انه تم ارسال كود على الايميل اللي انت حطيته او عج ايميل اللي انت حطيته بشكل عام يعني بتستنى لما يجيك الكود على الايميل تبعك فانا هلا لحشيك على الايميل تبعي وشوف الكود هل وصلني ولا لسه لك وصلني بنفس الوقت اللي انا عم بحكي فيه بالفيديو بتحطه وبتكبس هذا هو الكود اللي انا ايجاني بالضبط حطيت الكود اللي انا ايجاني مشان انت تصدق الايميل تبعك وما يمسح مع الوقت او ينحزف مع الوقت فهلا انت بعد ما تكونو عملت ايميل مت مزار امامك صار الوضع جاهز كله تمام انت عملت ايميل وكل شي وضعك بالتمام وبالسليم هلا لحنا منضل بهي الصفحة مو مهمة هي الصفحة النا بس منخليها مفتوحة فوق معنا انت لو مثلا عامل حساب على الموبايل وانت حابب تربطه مثلا فهلا انا خليني اعمل تسجيل خروج مشان وارجيكم شو بيصيل لما انت تربط حسابك وما يكون مفتوحة نفس الصفحة هلا خلينا ننتقل بقى على ايبك جيمز انت شفت شلون عملت الايميل وعملت كل شي على تويتش هلا انا لحقلك كيف تربط حسابك على تويتش بتفوت على ايبك جيمز اللي هو ايبك جيمز دوت كوم الطبيعي تبع فورتنايت انت طبعا عندك ايميل ايبك وبتعرف شو هو ايميلك هي بقى ما لحقلك عليها لانه هذا ايميلك الخاص بتفوت على اليوزر فوق على كلمة حساب مجرد ما انك انت تكبس على حساب بيحولك على صفحة تانية تبع الاعدادات اللي كلنا منعرفها بعد ما كبست على كلمة حساب بتلاقي بالخانة هون على الشمال مكتوب الارتباطات او الحسابات المرتبطة يعني بتفوت على كلمة الارتباطات بتلاقي عندك كذا قصة بتقدر تربطها متل التويتش و متل الاكس بوكس و متل البلايستيشن و هدول قصص يعني اللي انت بتقدر تربط فيها فانت بتلاقي رمز التويتش امامك بالنص بتعمل عليه كوننكت او بتعمل توصيل او ارتباط يعني بشكل عام هيك معناه فهو لحاله فعليا فهو لحاله مبدئيا بيطلب منك انك تعمل لينك اكاونت لانك انت فاتح اصلا حسابك على المتصفح نفسه فانت بتعمل لينك اكاونت وبس هيك انت مجرد مع انك تكبس هالكبسة بيطلع لك هون انك انت تكتب اليوزرنام وتكتب الباسورت طبعك مشان يتأكد اكتر واكتر فانا متما قلت لك اليوزرنام اهم شغلة وانا حفظتها وعملت لها نسخ فاللا نكتب كلمة السر كتبت كلمة السر كتبت اليوزرنام الخاصين بالايميل وبتعمل لوجين او تسجيل دخول بعد ما تعمل تسجيل دخول بيعطيك هاي الصفحة بيقلك هل انك انت متأكد انه انت بدك تخلي الصلاحية لإيبك جيمز تفوت على التويتش الخاص فيك وهل انت واثق من هذا الموقع ومن هالشغلات هاي بتحط له انه ايه تخلص وانه تمام الدنيا والوضع تمام وانا واثق بإيبك جيمز انا بعرف اني هم كتر حكي بس في بعض الناس ما بتعرف تعمل تويتش بشكل خالص ابدا يعني وفي لحد الان بعض الناس بيتفرجوا على تويتش من غير حسابات وما بيعرفوا يعملوا حسابات او حتى ازا تويتش بياخدوا حسابات فعنا بعرف اني هم طول بالحديث وطولت شوي بالحديث شراحت بشكل مفصل جدا لانه في بعض الناس يعني ما بتعرف او ما لا خايدة هالقصص هي فبس هذا هو ربط لتويتش كلا انت عملت هون ربط وانت ما حبيت بتعمل قطع الاتصال وبتقطع بين الاثنين وبيرجع عندك دون التويتش اللي هو الخاص فيك على ايبك جيمز معتي يصفى فيه تويتش على ايبك جيمز بصفى من غير تويتش فبس هذا هو بتتمنى تكون الفكرة وصلتك ومجرد ما هو يعني ملحوظة صغيرة مجرد ما هو عامل هون قطع الاتصال على انه هو متصل مؤذرة بالرمادي ومكتوب اسم الاكامتو الخاص فيك اللي هو انا اسمه علي عامله مجرد ما انك انت تفوت وتحط الايميل على تويتش سواء على الابليكيشن على الموبايل تبعك او على المتصفح الخاص فيك على البي سي وتتفرّج على البطولات اللي انا بحكي عليها انك انت داحت تاخد منها جوائز هيك انت بيكون وضعك بالسليم وبالتمام والتي تتفرّج بس وكله عليك انك انت لو ما بدك تتفرّج حطي الكمبيوتر طبعك او الموبايل طبعك فاتح ل Real Stream فاتح الحل بص الخاص باللعبة اللي انت تبدأ تاخد منه الى جوائز وتركه مع نفسه انت اسحابه على الموبايل وتركه مع نفسه هو تفرّج مع نفسه الموبايل وانت ما بتلاقي حالك غير اجتك الجوائز بشكل طبيعي وبشكل طلقائي بتفتح الايميل تبعك او بتفتح حفل فورتنايت تبعك بتلاقي الجوائز تبعك اجت وصت لعندك عن الايميل عن فورتنايت وانت ما عملت شي ولا تفرجت على شي اصلا فبس هذا هو مقطعنا اليوم اتمنى اكون استفدت وعجبتك بعض المعلومات ولو انت حابب تدعني اكتر باللاقك وبالكومنت وبالاشتراك وتفعيل زر الجرس لا يوصلك كل الاشعارات الجديدة بخصوص اي جيم كان شكرا لك اذا كملت المقطع الاخر وبرعايت الله